موسيقى 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 انا زوج بيت سيد على سنة الله ورسول الله زوج نبيه الأخ ديالين لم أكن أعرفه هو مهاجر في الطالية انك يجعلني مع أخواته وقال لي لا يخص شيء يخير عنده الضرف ساعة الخير هو الأخ دياله خلاني مع أخواته واحدة مزوجة ومطوقة عندها ولد واحدة بلب ابنت وعنده مرت أخ دياله وولداتها وابنت الأخت دياله حتى هي ساكنة معانا ابنت واحدة أخرى كانت هنا في السبعين قلت معهم يجعلني حتى أولد الوليد ومن أولد الوليد ويجعلني أفتح فتحها خمجات لي قطعوا عليه عائلتي واحدة المشكلة في شهر 2019 خرجوني من الدار اللي حويتي في الزرق عند الأخ ديالي ومشى مدة شهر وانا كنت تتكلم شي عندهم كنت طلب أخواته بثت الخواته بثت الفطي مع الرجليها وبنتها زينب ومشى عند الأخ دياله حمد في الدار الساعة الخير كانت طلب فيهم وقرغة فيهم بشي يرجعوني لما هزي ثلاثة ومشى العربية حتى واحد ما بغاني له أنا لولدي مهد السيد بقى تطلعوني في الجلسة تانية جا حضار فيه بقى كانت طلب فيه دخني من الدار جيت أنا اللي عنده طلبته وقالي أنا ندير بوجه ولدي دخني عنده الدار دخني قلت معايشة 15 يوم ومشى الطالين قلت عام من يحتيجة في شهر سعود مني جاء غر جاء ونهضوا الماء جاء ومن يمشى وقلت الأخ دياله في مكة تكون غرشة بسيطة بيني وبين مرتهم كانت أخوه تكرفت علي كان يدربني أخوه الحمد هدربني 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 ديما في الدار درجة رضيت الدم من فمي انا بغيت حق ولدي ما بغيته بشي ضوح حقا انا بنت العربية ديما كنت تكرفس علي وما كنت تقول لزوج ديالي لأنه هو مهاجر من يجي هنا غير مناقشة بسيطة خرجني من الدار قال لي صافت صالحنا هو يقول لي اجيب انا بوليت بغي لي هنا و الراحة سوف يمشي نكريلك و نسكنك ببحدك تقطفي قلت لها عهد الله هو شغل يتخلني ولا تدر بي شيء قال لي عهد الله لا اغدرتك لا تسمح لي لنتي لولدك فاغدرتك بسيطة يقضر لي من الدار مدد عشرية او كان نحسز كان نحسز فتاعدى و انا و انا و اولدي مدد عشرية يقول لي ارى هكين غير الخير فاغدتك نحسز الاثنين فاغدتك غير الخير فاغدتك و انا قد قلت لي يا ارى سالور انا قلت لأيت الكرام كان اخيرا كان نحاولا قد جديد الأمور قلت لدارها مريجلة و اخيرا قال لي ادريك ويجب الغدل سنأخذ الهندو ونمشي قلت لي ولكن انا لم أتخذ بالدار عصف الله لا نبقى ومجمعين مع أخواتك وخكي وقع على الغيار ستقوم بمشي ونجعلني بوحدة ونقول لي لا لا سنبقى معك هنا ونقش فيه قلت لها عند أخت الظهرة هي وخديجة قلت لي لهم عبد الملك قلت لي وقلت لي قلت لي يا خديجة لقد كنت أقول إذا كنت أخذ زوجتها لكي لا تستطيع خذها ونجعلني وقلت مع هالدار جمعنا بجمعنا وقلت لي في الصباح وقلت نجدها وقلت اخذنا من الضار وقلت هنا وقلت لي كراطة وقلت في المنطقة وبدأت يقصد عليها في جنابه وليس اجدني هنا وليس اطلفي ويقول لي صافي لنقش فيه عند أخي ونقش فيه عند رأسه قمت بصلي على رجالي غير ما تشردني لأنا لولدي انا ما عنديش فين نمشي انا بطلع ربيح وما اريش ما عنديش فين نمشي ما عنديش فين نمشي اخوتي ما بغوني لأنا لولدي انا ما اريش جاب لي هنا احتلوا مغرب مشا خرج والدي ضروا الجوع بنت لي واحد البناجيين من المضلاطة اعطيتهم الفلس جابوا لي الخبز قلت لهم جابوا لي خمسة الخبز وظهروا نبيهم الولدي جابوا لي حسن المغرب جاب لي واحد القاملة جاب لي بوطة جاب لي طيبالية جاب يركب فين نموثية صافي اتأمنت فين في الرشلة ويقول لي انا ارافع لك دعودي اطلع ورغتها سيأتي عندك واحد السيد ستسيني لي واحد الورقة انا بديش كان خبط في جنابي كنت اعيط على اخواته ونقول لي انظروا عبد المارك انا بغى راجلي ليس ما بغى انا راجلي عندي حسن من الثانية وليس فيها ولكن هو مني اخضرني بحركة وحسيت بحالة دق لي موص اخشاه لي فضارة قلت لي قلنا دقتي في موص لا تدرس لي بحال هكذا مني جابني هنا جادك السيد ومعي الاخ دياله وقال لي اشوف يا سلوى هات السيد اللي نجيبه لك غبطة اراغر بحالة تسيني لي واحد الالتزان بحالة تسيني لي لصداع لا تشي حاجة قول بوني انا مقنارية لا تشي حاجة انا جابوا لي السيد جاء قال لي قلت لي لا اعطيك لك اخو قلت لك اعطيه لها كارت قلت لك سيني لامك انما سيني سوف نفعل لك وانترك لك صافي انا خفت منهم سيني الواقع ما عرفت على السيني قالوا لي لنهار الخميس سوف تحضري في المحكامة نهار 24 وعشرين في شهر اثناش انا جابوني هنا للدك ونهار 15 في شهر اثناش احضرت للمحكامة احضرت معه قال سوى النقادي قال لي ما هي اللي ضربتني وعندي متاكل بيني احضرت لذلك وقالت السيدي لم يرغبت اثناش لم يرغبت زوجي ورفعت صوتي وانتي كانت طلب فيه وهذا ما طلبت اما السيد عليه ومدة عشر ايان ضربني ودخبت تدفر عن حدث من الدار واشيء طالب الي انا كنت طالب بحق والدي انا ووالدي في الشارع لكن السيدة قلت لي خرج عليها انا لم احنقى ريال الزوج والشي هو النبلول جاء عندي هو والأخ دياله وتفهم معي هو والأخ دياله وهذا جاء عندك هنا هو تسيد من نحضر معي في المحكمة جاءت هنا نهار الجمعة نهار 25 مقاشر جاء عندي هنا من يمشيش عنده نهار الثبت باش نقول لي اعطاني مصرفيه مصرف والدي خرج لي أخ دياله تكرفص عليها وعلى عيني هو مهضر ما تكلم تفعلية تليفون ما يجابني اشذا بان عطاك النمرة دياله وما يجابش فيها من بارح مرض لي يهو والدي كنا نعايت على أخي ونقول لي هارا يقول لي العبد المالكة الظهرة يقعب مرض وهاو أعلي وهو أعلي يقضي لي اقوم منك اللي خرجت ويصدري يدري يتضاري به انا لم يكن مدرح بي الخاطر انا كنمشي عند الناس كل واحد كنستفد منه كنمشي عند الاخ ديالي كنمشي عند الاخ ديالي كنمشي عند ما ندير انا لم أعرفت كيف ندير انا وولدي انا في هذا دمت الساعة وانا كنمشي يجبني بيشع يجب أن نحضر وليحني ومشي عند أخذ يلدي يمكن أن نعرف أن نقول له أخته يقول لأشك تتواصل معي إلا أنت رواصلة المحكمة لا تعيطة علينا أنا أشنو غدا ندير أنا أريد أن تغير حق أولدي تابة هذه الساعة وقفة معي واحد الجمعية اللي كتر خيرها جمعية سيهام والطفل المرأة والطفل هي اللي وقفة معي هذه الساعة اللي كتر خيرهم أي شهادة طبية درتها هات صويرة ديال اللي كرفس عليها فيها وهي كل شي دابة عند الجمعية دابة هات الشيخرة الصوق ديالي أنا ولا هات الجمعية هي اللي مكلفة لي بكل شيء